اهم عناصر شاشة Outlook هو شريط Outlook حيث يستخدم للتجول بين مجلدات البرنامج يحتوي شريط Outlook على ثلاث مجموعات من الرموز وهي اختصارات Outlook Shortcuts اختصارات My Shortcuts اختصارات اخرى Other Shortcuts والوضع الافتراضي هو ظهور Outlook Shortcuts اما اذا احببت ان تغيرها فقط بالنقر على اسم اي مجموعة حتى تظهر رموز تلك المجموعة وتتوارى رموز المجموعة التي كانت ظاهرة ولا يتبقى الا اسمها الذي يظهر اعلى الشريط او اسفله حسب ترتيب المجموعة وهكذا يمكنك اظهار اي مجموعة بالنقر عليها وعند اختيار Outlook Shortcuts تظهر رموز يمكن اختيارها بالنقر عليها وهذه الرموز تمثل اهم المجلدات التي يحتويها Outlook وهي Outlook Today Clender Contacts Pass Nudes Delete Items اما مجموعة My Shortcuts فتحتوي على بعض الرموز الاقل اهمية وهي Inbox Outbox Drafts Outlook Update واما مجموعة Other Shortcuts فتستخدم للوصول للبرامج والملفات خارج Outlook وتحتوي على الرموز الاتية My Computer My Documents Favorites اموهما موانا الوادى موالعز شكراً لكم